لو جد لها تقولت لك انت مين هتقول انت اسمك السلاسي ايه اسمه السلاسي رمضان سيد علي عرفنا على اسرتك اسرتي عندي طبعا انا متزوج الحمد لله ومتزوج من ست فاضلة وست يعني شافت معاك الويلا جدع جدا 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 يعني كل المشوار اللي انا قلت لك دوت ان انا اشتغل من اسوار لغاية تجوزت لسنة كم سانة لا ده انا جوزت بذري جوزت عندي 12 سنة كنت في الستة وطلاتين اه اه جوزت في الستة وطلاتين واللي ساعدني ان انا اتجوز المبلغ اللي ادهوني الكابتن هانسة بروس العشر تلاف اه اه طب هو كلمني دلوقتي هو اللي عوزي العشر تلاف يعني اتجع الجوازة فطبعا بعايا رشا الكبيرة الربنا يخليك يا كابتن سوف وزي ما قلت لك دلوقتي اغلى حاجة عندي في حياتي رشا وطبعا معايا محمد احمد الكبير ومحمد الاصغر منه بيلعبوا كرة لعبوا كرة على فترات ماكملوش ماكملوش اه لكن احمد لعب على فترات وهو التاني برضك محمد لعب على فترات وطبعا عندي بقى دلوقتي طبعا الحمد لله رب العالمين احفادي بقى حاجة اغلى حاجة في الدنيا واغلى حاجة في الحياة طيب تعال بقى نشوف المدام بتقولك ايه اه عشان انت هتبعت لها كمان كلام حل اه لاني شافت معاك المر هنجيب المدامة هتقولك ايه ست جذعة ربنا خليها بدقين مع بعض الحمد لله وكابتن بقوله كابتن رمضان على طول من اول مكان في نادي التصنيع وبعد كده روح جيه يعني ارتبطنا فراحنا فراح النادي الاهلي وبعد كده بقى دخلنا بقى في يعني اللي هو الحبنا بقى للنادي احنا بنحب النادي الاهلي اولا بس طبعا كابتن لما روح بقى فاحنا كلنا اتعلقنا بقى بالكورة يعني ما كنتش في الاول خلص متعلقة بالكورة بصراحة وبعدين الحفظ لله رحلة بقى طويلة بقى يعني اللعب تدريب رحلة كفاح يعني بس الحمد لله الحمد لله هو يستهل كل خير والله ومن اللي هو الابهات بقى اللي هي ايه طيبة جدا حنونة يعني يمكن الولد كلهم بيقولوله بابا رمضان من الحب اللي هو اللي هو بيحبوه لهم بصراحة وكل بقى كل مكان بيروحوا بنبقى بقى ايه شدة معايا في الفرح معايا في الكل ماتشي مثلا في مش موفق طبعا البيت كله بالنم بنبقى مش كويسين يعني فالحمد لله الحمد لله بس هو الحمد لله من اول يعني ما دخل في مجال الكورة الاول اللي هو اللعب كان الحمد لله الحمد لله من اللعب اللي هي كانت يعني افتكر انه هو في ماتشات كتير لما كان بيلعب في النادي الاهلي كان يبقى ساعات المكسب بيبقى ما شاء الله بيجي في الماتش اللي هو بيبقى فيه يعني يعني اكتر ماتش انا افتكره له انه هو جي لعب فقالك رمضان جانا وغلبنا الترسانة فالحمد لله ده بالنسبة لله يعني التدريب بقى كل ما كان الحمد لله هو راحه كان الحمد لله يعني فيه اندية كتير اتصعدت على قدي الحمد لله على طوله وكان سفريات بفرحة وانا كنت معهم بقى يعني مدرسة جامعة امتحانات يعني فيه حاجات هو كابتن كان ما يسأل عليها كان ساعات بينساني مثلا احمد تالت ساوي يقول لي يعني يجي مثلا يعني ابسط حاجة كان احمد ومحمد ورشا ربنا يخليه مبارك فيهم ويخلي اولادهم يا رب فكان فيه يعني حاجات كان يبقى من كتر ما هو حبه للكورة وحبه للي شغله كان ساعات والله يعني انا كنت بعد ده خالص عن الحاجات بتاعت البيت والولاد كانت كل حاجة المسؤولية كانت علي بس الحمد لله الحمد لله هم كمان كنوا متجاوبين معي وكانوا عارفين باباهم ان ده شغله ويعني لازم تبقى كلنا نبقى وقفين معي هتقولي ايه بقى لشركة عمرك كده والتبصص كده في الكاميرا هنا الناحية دي تبصريش انا يعني بقول لها الحقيقة انت اولا ان هي ست ما شاء الله بنت بلد وست جميلة وبعدين شالتني في كل حاجة في كل حاجة الحقيقة يعني انا مشوار زي ما بقول لها المشوار كان كبير قوي وانت تعبت معايا وتعبت مع ولادنا والغاية دواتي حتى بتتعابي مع احفادنا الحقيقة فانت ست محترمة ويعني الحقيقة انا لو اطول قديك الدنيا كلها قديك الدنيا ما شاء الله ما شاء الله طب لو انت عاوزت بعتلقى اغنية الوقت بعتلقى اغنية ايه المشكلة ان انا ماليش في الاغنية ما انت باش هتغني اخطر اغنية حتى في الاغنية لأمك يلسوم لعبد الوهاب لعبد الحليب الحب كله الحب كله طب بص انت بتقولي انا طب ببعتلك هو الحب كله وانا عارف انت بتحبوا المكلسوم ودي غنية جميلة على فكر بس انا باهدهالك كمان يا فقط تاحياتنا مدام وربنا خليكو البعض ويفيكو شر العين وخليلكو الولادجو واحفادكو كمان تعال اشوف معنا تقارير لمحمد احمد رمضان وبعدين محمد اه شوف هيبكل واحدة يقول لها بعتلك رسالة اه طبعا القابل رمضان اه في الحياة الرياضية أتكلم عنه في الحياة الأسرية بقى يعني والد وأخ وصديق وضهر وسند وكل حاجة لنا وما نقدرش نستغنى عنه وربنا يخلي لنا ويعني لممنا كلنا حواليه يعني ربنا يخلي لنا يا رب أحنى واحد في الدنيا يعني كنت لعيب كرة والمشكلة أنا لعبت معها كتير أصلا في أندية يعني أنا كنت في الأهلي وضفعت شريف إكرامي وعمد متعب وعدر إمام فرقة دي وبعدها طلعت اللعبت معها 30 في بطروجت وبعدها رحنا بطرول أسيوت صعدت أنا وهو مع بعض ولعبنا داره ممتازة بعدين في الجونة بعدين افترقنا بقى شوية هو في نادي وأنا في نادي فكنا أنا وهو قريبين شوية من بعض يعني جدا يعني على طول مع بعض في المعسكرات مع بعض في السفر مع بعض في الفرح برضو كنا مع بعض في متشهات كتير وفي السعود في حاجات كتير كتير كويسة بالنين يعني كان علاقتنا أكتر يعني غير أب وابنه مدربي طبعا بتعلم منه وأنا التلميز بتاعه طبعا اللعيب لتحت إيده وفي البيت بقى احنا سحب جدا يعني مفيش خلص اللبوة احنا سحب جدا جدا يعني لأ بصراحة هو كان بتعمل عادي بس يعني باقي المنظومة كنت كان ضغطاني وأنا كنت مدغول طبعا إن أنا طبعا بلعب يعني لازم أبقى أحسن عادي في الملعب لازم حتى لو الفرقة مش في يومها لازم أبقى أنا واقف على رجلي عشان الناس ما تقولش إن أنا بلعب عشان ابن كابت رمضان السيد فكنت بحاول إن أنا أثبت نفسي على طول إنما هو كان بيحاول يخرجني على طول بره للحتة دي يعني كان بيشير من عادي الضغطات جامد بس يعني طبيعي إن أي حد بيبقى ابن العيب كورة أو ابن نجم بيبقى عليه ضغطات أكبر عليه كلام كتير لازم يزبط نفسه فكنت بحاول أعمل كده الحمد لله يعني أقوله إن أنت مش أبوية بس أنت صحبي وأخوي وكل حاجة لها في الدنيا وضهري وسندي ما نقدرش نعيش من غيرك رباني يخليك لنا يا رب وتبقى مجمعنا كده دايماً ومجمع العيلة كلها يا حبيبي وبنتعلم ملمك وبنتشرف بيك وبنقعد في أي حتة بنقول اسمنا كامل أحمد رمضان السيد وبنبقى فاخرين به طبعاً هو يعني أحنى أبو في الدنيا أنا دايماً بفتخر حتى بإسمي اللي أنا مرتبط به يعني أنا لما حد يقول لي اسمك إيه لازم أقوله الإسم السلاسي على طول محمد رمضان السيد يعني فخري طبعاً اللي هو والدي تعلمنا طبعاً منه حاجات كتير جداً على كل المستويات شخصياً أو حتى عملياً يعني كل حاجة صراحة كويسة بناخدها منه وبنحاول على قد ما نقدر يعني إحنا بنبقى قريبين منه في أي حاجة يا طبعاً أي قرار أنا باخده في حياتي لازم في الأول طبعاً برجع له هو طبعاً بينسحني يعني ما بفردش علي حاجة خالص بس طبعاً ما صحته يعني في الأول وفي الآخر هي طبعاً بتبقى يعني أنسب قرار من نسبالي يعني فبعتمد عليه طبعاً في أي قرار مصيري من نسبالي اللي أنا روح له هستشيره وهو بيقول لي رأيي وبيسيب لي حرية الاختيار يعني والله طبعاً كلعب أنا يعني طبعاً أشوف له الفيديوهات بتاعته وماتشوات بتاعته طبعاً من زمان كان حاجة ما شاء الله يعني يكفر له هو أول لعب بيلعب في منتخب مصر وهو لسه مش بيلعب في الدائر ممتاز يعني مثالي دي حاجة ما حصلتش ومش هتحصل يعني صعبة جداً كمدرب طبعاً يعني ما شاء الله يعني هو عيني طبعاً في اللعبة كويسة جداً صعبة فرق كتير إنجازات كتير يمكن المدربين في مصر وقليلين اللي بيعملوا إنجازات حقيقية يعني سواء بصعود فرق أو بياخدوا بطولات اكتشاف طبعاً نجوب كتير أسماء كتير لعبت في منتخب مصر فطبعاً كل دي حاجات تشرف يعني لما بتيجي تكلم في كابتن أحمد حسن الصقر كابتن سيد معوط كابتن مثلا عبد حليم علي كابتن مثل حسام غالي هو في الناشئين من الأول ناس الرشحيته ويصع على طريق أول طبعاً ولعبها كتير جداً يعني فدي طبعاً حاجة يعني أنا أتمنى اللي أنا أمشي على خطوة يعني طبعاً في التدريب طبعاً يعني والله أنا لعيت كورة كنت في ناشئين الأهلي الجيل اللي هو شهاب عفرط وشكري وكملت فترة بعدين روحت بقى يعني انبي بتروجيت وبعدين بقى طبعاً في مرحلة كده بقى ممتاز بي شوية هو يمكن في يعني الفترة اللي هو في السن الصغر شوية ما كانش يمتبعني شوية يعني هو كان طبيعة شغله كان بيسافر كتير فييمكن هو أول مدس مثلاً تشافوا لي كنت 18-19 سنة يعني اللي هو كان كده طبعاً كان بينسحني في نفس الوقت هو كان على طول عايزنا أبقى معتمد على نفسي يعني هو كان بعيد عني شوية في الموضوع ده هو عايزنا أعتمد على نفسي أكتر محدش يربطني بي يعني نقوله اللي إحنا ربنا خليك لينا أنت أغلى حاجة في حياتنا يعني وجودك في حياتنا ده نعمل من ربنا كبيرة جداً ونتمنى يعني ربنا تديك طولته عمره والصحة والعافية وربنا يا رب دايماً تبقى متقلق ونجح في شغلك يا رب هتقولي لأحمد ومحمد أحمد ومحمد أولادي طبعاً أحمد الكهير ونعرف إنهم أولادك أحمد الصغير الحقيقة يعني إحنا عمري ما تعاملت معاهم كأب وابن أصدقاء أنا بتعامل معاهم كأصدقاء ونتكلم في كل حاجة وهم يجيوا وكلموني في كل حاجة إذا كان في شغلهم إذا كان في حياتهم إذا كان طبعاً يعني الحقيقة أولاد هل في غيرة لما بيشوف البنت بتبقى ربقى قوي ليك عنهم؟ لا عشان هما بيحبوها عشان هما بيحبوها شخصية جميلة ما شاء الله يعني ممكن تعرف إيه لو هما مش مثلا على وفاق مع بعض أو الحاجة آه يغيروا لكن هما يعني بالعكس ده أكتر مني كمان ما شاء الله ربنا يخليكم البعض طيب إحنا يعني في الجزئية دي بالذات أنا عارف أعز الولد ولدي الولد آه طبعاً الأحفاد هالأحفاد فالأحفاد جبناهم لك لأنهم هلوك مفاجأة وشوف هيقول لك إيه حاجة جميلة طبعاً في رمضان ده بالنسبة لي أغلى حد أصلاً في العيلة وأنا عمري وأمتله جد دي خالص أنا عمتله بقول له لأنه هو أبويا فعلاً إن أي حاجة باستشيره وأي حاجة برجع له هو بالذات في الكورة مثلاً لو هو ما جاش تفرج عليها على ماتش أنا بأكلمه وقول له عمالت كذا وانت كذا واسمه هو بيقول لي إيه واملها تاني ماتش لو هو جيت فرج هو بيقول لي إيه اللي حصل وكده علاقتي مع بابو رمضان عشان مش بقول له جده يعني من أنا صغيرة على طول بقول له يا بابا دي أحلى علاقة في الدنيا أنا فعلاً بحبه قوي 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 وعلى طول من أنا صغيرة وبيشجعني بكل حاجة في المدرسة وحتى ما دخلت الجامعة بيشجعني على طول ويعني هو على طول بخافة على مدايقتنا ما فيش مرة مثلاً كان حد فينا بدايق وصابنا فعلاقتنا أكتر شوية من كجد وحفيدة مرمضان بجد هو مجد للعلاقة بيني وبينا حلوة جداً دايماً مثلاً ببقى مثلاً عاملة حاجة مش عايزة أقولها فوفي أو حاجة بيجي أقولها لبرمضان الأول وهو مثلاً بيقولي واسلاً عن الحاجة الصحة والغلط وبيقولي حاجات كتير مثلاً أنا كنت بقى بعملها وهو مثلاً بيقولي منديل حاجة الغلط وديل حاجة الصحة يعني هو شخص طيب يعنيها مثلاً لما بيبقى عندي تمرين بقوله أنا عملت إيه جبت جون ولا لا يعني عملت كل حاجة عملت حاجة صح ولا ولا لا أو مثلاً لما ببحث لا لا بعمل حاجة غلط بروح أخذ رأيه قبل ما أقولي البابا أو الماما بروح أقوله هي الحاجة دي صحة ولا لا أقولها البابا أو الماما ومثلاً يقولي آه أو لا بابا ما بيكون مشاغل ماتشات في القودة أنا ما بيتخلش أصلاً وبعد وبعد ما بيتخلش لكن دلوقت ما جيت كل ما يشتغل ماتشة أنا بعض وبركز جداً وكمان بابا رمضان مثلاً بسأله بسأله مين اللي عيبت دول يقولي وأنا بحبه قوي قالك تبي كويسة يعني مثلاً هاكل الأول وجده يسرين كل حاجة اللي ما عايزها حلوة واللازم أحبه علشان يكيب لي كل الحاجة اللي ما ببتت بيها ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم انت والمدام وتشوفهم يا رب نجوهم هو بس كارما وكندا يعني بس أنا عاوز يمكن أن نوع على حاجة حالياً دلوقتي عاديين ما عامت باستمرار لأن والدتهم توفت السنة اللي فاتت وهي صغيرة كده كورونا دية مرات أحمد مرات أحمد الكبيرة فالحقيقة يعني اللي قال دول حاجة ربنا يخليهم لك يا رب ويعوضهم خير يا رب وتشوفهم في أحسن مكانة يا رب يا رب الله يخليك أبنصر